بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صباح الفل عليكم أخباركم إيه وعملين إيه معضية؟ طمنوني عليكم كده النهاردة إن شاء الله جايلكم بمشروبات جميلة جدا ولذيذة جدا ومش بس كده مش بس جميلة لأ كمان بتقوّل جهاز المناعي بتاعكم ياريت إن شاء الله تستمروا عليها وتعملوها لكم والأولادكم علشان إحنا في الأيام اللي إحنا فيها دي في أمس الحاجة لتقوية الجهاز المناعي عندنا وعند أطفالنا أول مشروب معانا هو الموز باللبن طبعا كل مشروب من المشروبات اللي هقولكم عليها دي كل مكوناتها كده بتكون ليقة على بعضها تاني مشروب معانا هو البرتقال بالجزر وطبعا يا سلام لو عليه عصرة لمونة بيديله فوائد عظيمة جدا تالت مشروب معانا هو الطمر والحليب الطمر والحليب مع بعض بيعدوا واجبة غذائية متكاملة وبيقول جهاز المناعي جدا عندنا وعند أطفالنا تالت مشروب معانا بيكون عبارة عن الكيوي مع اللمون مع النعناعة ده مش بس بيقول جهاز المناعي لا وبينعش الجسم وبينعشكه وبيزود الانتباه عندنا لفترة طويلة مشروب معانا بيكون عبارة عن البنجر والفراولة والبرتقال المشروب ده بيقول مناعة وبيزود عندنا نسبة الحديد في الجسم مشروب معانا هو الرمان بالبنجر هو كمان بيقوي عندنا الجهاز المناعي وبيزود نسبة الحديد في الجسم علشان خاطر البنجر في أي حاجة بيزود نسبة الحديد في الجسم مشروب معانا هو الجوافة بالحليب طبعا طعمه جميل جدا جدا وطبعا قبل ما نعمل المشروب ده لازم نشيل البذر من الجوافة وبيعالج عندنا الامساك لو في حد عنده امساك مع الضيط يعني يثقه المشروب ده هيعالج الامساك مشروب معانا هو الطمر الهندي طبعا فائده عظيمة وانا عاملاله فيديو مخصوص مشروب معانا هو عبارة عن مية دافية ولمون وعسل طبعا أي حاجة من المشروبات اللي فاتت كمان ممكن ان احنا نحليها بالعسل اوعى تستعمله سكر نهائي علشان الضيط لان السكر سعراته الحرية عالية جدا المشروب اللي معانا بعد كده هو البرتقان والجزر والطفاح اتمنى ان انتوا كل يوم ان شاء الله تعملوا مشروب مختلف وتبسطوا اولادكم وان شاء الله يكون الفيديو بتاع النهاردة عجبكم وشاركوا لغيركم عشان يستفيد وان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة